السلام عليكم ورحمة الله الحلقة هذه إن شاء الله تكون عزاء للدكتور حازم شمان في ابن خالد رحمه الله رحمه وسعه وأسأل الله تبارك تعالى أن يكون له فرطا في الجنة وأسأل الله تبارك تعالى أن يصبر الدكتور حازم وأن يربط على قلبه وأن ينزل السكينة عليه وعلى زوجته وأن يعوده خيرا وأقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصبر واحتسب أقول له إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فاصبر واحتسب وأقول لكل إنسان مكلوم كل إنسان مصاب كل إنسان مبتلى إما مبتلى بفقد حبيب أو مبتلى بمرض أو مبتلى بأي ابتلاء أذكره بقول الله تبارك تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصبتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا أيها المبتلى أبشر فإن الله تبارك تعالى يكفر عن سيئاتك وأرفع من درجاتك يا أيها المبتلى تذكر قول الله تبارك تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لي رجعون فإذا قالوا إنا لله وإنا لي رجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة ينزل الله تبارك وتعالى عليهم السكينة ويرضى الله تبارك وتعالى عنهم ويذكرهم الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى بصبرهم واحتسابهم لله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فالإنسان المؤمن إذا ابتلي بالصراء شكر الله تبارك وتعالى وحمد الله على النعمة وإذا ابتلي بالضراء صبر واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فيرضى الله تبارك وتعالى عنه ويعوده خيرا ويكفر عن سيئاته وأرفع من درجاته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه والابتلاء سنة الله في خلقه انظر إلى قول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد فالإنسان في مشق وفي كبد وفي ابتلاء وعلينا جميعا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مات كل أولاده في حياته ولم تبقى إلا فاطمة رضي الله عنه وكان يعلم أنها ستموت بعد موته صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب ولما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو ما يرضى ربنا ومش معنى أن ربنا صحيح تعالى ابتلاك أن ربنا مش راضي عنك أو أن ربنا صحيح تعالى صاخت عليك لا كل إنسان مبتلى في هذه الحياة والله تبارك وتعالى يبتل الناس على قدر دينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المر على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا أو كان في دينه شديدا زيد له في البلاء فإذا ابتليت فاصبر واحتسب واسأل الأجر من الله تبارك وتعالى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتليته في صفيه فصبر فليس له إلا الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صفيه يعني حبيبه يعني لو مات الإنسان حبيب له سواء كان ابنه أو بنته أو أخته أو زكته أو أي حد بيحبه ثم صبر واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى ليس له جزاء عند الله تبارك وتعالى إلا الجنة فاصبر واحتسب واسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبك واسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يكون لك فرطا في الجنة وأن لا يدخل الجنة حتى يأخذ بيدك أنت وأمه إلى الجنة واكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله